معانا الأستاذة مجدة أيب السلام عليكم تفضلي عليكم سبحانكاته أستاذ مجدة تفضلي رمضان كريم الله أكرم بص حضرتك أنا عندي حد قريب مني قوي وظلمني وأنا متضيقة يعني كل شوية أفتكر ربنا أعضعي مش وبطلعياته زعلانة من نفسي أنا مش عارفة أعمل إيه يعني قولي أنا أعمل إيه طيب هو المسألة إن المظلمة اللي عند حضرتك دي قدامك شوية اقتراحات اقتراحات دي أنا أقولك أحسن اقتراح فيهم بس أقولهم لك الأول أولا إني إن أنت تفضلي زعلانة كده ويفضل هو متعلق بزنبه ومظلمته دي عند ربنا ويتحاسب عليها وإنت بتقول إن أنت بتحبيه الحالة التانية إن أنت تنسي المظلمة دي وخلاص وربنا يتولى جبر خطرك بيها حاجة التالتة إن أنت تستثمر المظلمة اللي عندك دي وتدعي نفسك إن ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك ويشرح صدرك ويخفف عليك وتدعي بما تحبي لإني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال للشخص اللي الظالم وهو يحذره وكمان يبشر كمان المظلوم بيقول قاله إيه واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يبقى إحنا لازم نفهم ده فلازم إحنا نستثمر ده إن إحنا ندعو لأنفسنا إذا وقع علينا ظلم ده معناه إن الواحد ما ياخدش حقه ألا معناه إن إن إنسان ياخد حقه بس كمان معناه إن هو لازم يفهم إن فيه أمور كتيرة جدا جدا بيكون فيه ظروف متعينة ممكن تحصل للشخص ده أنت طبعا يعني أنا واضح إن إن أنت عندك إن هو كسلت الخاطر إن أنت تصدمت في حد بتحبيه أي مش كده؟ أي لا ما تتصدميش في حد بتحبيه لأنه بشر كله بن قدم خطاء وغيره خطائين التوابون فهو خطاء هو زي وزي بقية البشر مش معناه كده إن أنا ببرر للظالمين لكن ببرر لأحبتنا إزاي نقدر نتجاوز ده أنا عندي دراسات فيما تتعلق بكيفية تجاوز الأسى أول حاجة في تجاوز الأسى هو معرفة إن إحنا في الحياة والحياة فيها بشر وليس فيها ملائكة ولا فيها شيطين يعني مش معناه كده أصلي هي المشكلة اللي عندنا إيه إحنا عندنا عازل إكستريم إذا ما كانش هو ملاك هيتحول إلى الشيطان هو لا ملاك ولا الشيطان هو بنى آدم بنى آدم حبزة لو أن انت ساعدتي إن هو يتوب إلى الله حبزة لو أنك انت ساعدتي إن هو يعود إلى الله وخاصة في الأيام المباركات أيام رمضان يبقى أنت لو تحبيه خليك حريصة على أنك انت تسعدي معنا الحج محمد بالشرقية آه أنا أعذرك عن الحج عم الشيخ للوقت أنا حرفت بالطرق تلات مرات أنت حرفت بالطرق كم مرات ها تلات مرات حرفت بالطرق تلات مرات صح آه إنني لدي الحاجة دي إن أنت تبيع حاجة معينة أبيع حاجة معينة آه طيب أبيع مستيكل مثلا فأني جثة أبيع ومعرفتش أبيعه طيب فأني للوقت فيه أعمل إيه أنت قلت دي أول مرة تحرف في حياتك بالطرق فيها أول مرة في حياتي أحرف بالطرق في الجثة دي طيب أول ما حرفت خاله ما حرفتش بالطرق في حياتك كلها لا طيب أنا كرامة لده بس أنا ما بجاوبش على أسئلة الطرق أهل هوا خالص ليه لأن الحقيقة أسئلة الطرق دي محتاجة أن الواحد يعني يستبصر فيها ويهدى ويتحقق فيها بشكل كبير جدا لكن أنت بتقول أنت أول مرة تقول أي حاجة ليه علاقة بالطرق في حياتك كلها آه أنت بتجاوز ليك كم سنة يا حاج محمد أنا متجاوز بقى لي 25 سنة والله كويس مش كتير أوه وجاي من الورشة فجاي من الورشة تعبين فحصل نقاش بينه وبين الزوج دي فرحت حالف اليمين بالطرق قلت إيه بقى وانا متنرفي قلت إيه يا حاج محمد قلت علي يا كذا لا تنباع علي يا كذا لا تنباع طب لما أنت بتقول علي يا كذا يا حاج محمد لما أنت بتقول علي يا كذا وعرف أن الكلمة دي كلمة تهد البيت وتحرق الغيت وتكب الزيت حسك عينك تقولها تاني يا حاج محمد ماشي حضرها مش إيه وانت عليك أن أنت بدل أنت قلت علي يا الطلاق أبيع المتسكل المتسكل مسلا وما بيعتوش خلاص تطعم عشرة مساكين وحسك عينك ليك دعوة بالطلاق تاني أنا عمر ما حالفت دعنا المرة دي معرفش أن الرفض هو أصلا ما فيش كلمة في القموس اسمها طلاق خلاص خدسنا أنت بالنسبالك ما فيش كلمة اسمها في القموس اسمها طلاق يا حاج محمد خلاص تمتنع وما لكش دعوة بالطلاق خالص يا حاج محمد ترجمة نانسي قنقر